موسيقى مشاهدين الكرام مسعد الله صباحكم بكل خير نحييكم عبر شاشة وتلفزيون دولة الكويت عبر القناة الرياضية في برنامجكم يورو 2024 واللي يطل عليكم يومياً في الساعة 2 صباحاً في توقيت الكويت نحلل والناقش في أهم مباريات يورو 2024 وأهم الأحداث في هذه البطولة المشتعلة والجميلة والمميزة الرحب فيكم ورحب كذلك في الزملاء المحلي متواجدين معنا كابتن عبدالله الضفيري حياك الله وحمد الله على السلام يا أبو سلمان حياك الله بحمود نصبح لك بالخير وإحساد المشاهدين والله سلمك متمنى تكون تكملة جميلة لبطولة اليورو انطلاقة جميلة ونتمنى البطولة تستمر ويرتفع رتمع مباريات للأجمل يقولون كنت في مانشستر وليا بالإطاقة نعم لا رحت مانشستر أبارك لهم بالكاس وأعطيهم بعض التعليمات للدور المسلمين يا أبو سلمان كذلك الرحب في ناصر إحسيني صباحك الله بالخير وإحياك الله صباحك الله بالنور بحمود رحب فيك رحب المشاهدين ورحب الكابتن عبدالله الضفيري وإن شاء الله نقدم حلقة ممتعة مثل متعة اليورو والكوبا يا أهلا وسهلا إذن مشاهدين الكرام اليورو مشتعل وأحداث جميلة قاعدة نعيشها في المباريات الحاسمة من هذه البطولة الجولة الثالثة بدأت اليوم ومع جولة الحسم بدأت التفاصيل المهمة وحسبة الصدارة وحسبة منه يقابل منه منتخب الماني يكاد أن يفقد الصدارة ولكن في الدقائق الأخيرة سجل هدف مهم جدا يضعه في الصدارة ويغير من الوضعية العامة لهذا المنتخب واللي كان راح ينتقل لمواجهة إيطاليا أو أسبانيا في حال تواجده في المركز الثاني ولكن حاليا تواجده في المركز الأول يضمن له قد يكون منتخب أقل حظوى وأقل مستوى من المنتخبات الأخرى إذن خطف الصدارة في آخر لحظة بعد مستوى رائع وجميل جدا من المنتخب السويسري لعب الند بالند ولعب مباراة كبيرة وكاد أن يتصدر هذه المجموعة الصعبة والمميزة ولكن المنتخب الألماني في طبعا بقيادة اللاعب فولك روغ سجل الهدف في الدقائق المتأخرة نقدر نقول أن المباريات اليوم كانت مباريات الدقائق المتأخرة هنغاريا سجل في الدقيقة العاشرة من وقت بدل الضائع والمنتخب الألماني سجل في الدقيقة الثانية ويستحوذ على صدارة في أرضه وبين جماهيره ويقدم مستوى جميل في أول مبارتين ولكن مستوى نوعا ما متواضع في المباراة الثالثة ولكن بالنهاية خرج بالمطلوب وخرج بسبع نقاط وتصدر هذه المجموعة واستحق هذه الصدارة بدون أدنى شكل يرسم له طريق أسهل من الطريق اللي كاد أن يرسم له سويسرا في حال تصدر سويسرا لهذه المجموعة رح يأخذ الطريق الأسهل ولكن المنتخب الألماني هو الذي تصدر بسبع نقاط ويتوجه لطريق أسهل لخوله للوصول بعيدا في هذه البطولة بين أرضه وجماهيره إذن الحديث مع الكابتن عبدالله الضفيري والحديث عن هذه المواجهات الجميلة بدل جد المباراة قاعدين لعبون مع بعض قاعدين شاهد ترتيب هذه المجموعة يتبعثر ويتغير في آخر الدقائق شاهدنا المنتخب الألماني سجل هدف مهم جدا من وجهة نظري في آخر الدقائق صحيح اليوم اختبار جدي المنتخب الألماني على عكس أول مبارتين ممكن المباراة الأولى ود المنتخب السكوتلندي ما عانى ولا كان أمامه سيناريو مشابه لسيناريو اليوم رغم أن المنتخب السكوتلندي يلعب في خمس مدافعين طريقة مشابهة لطريقة المنتخب السويسري في الحالة الدفاعية ولكن لم يجد مشاكل سجل هدف مبكر مباراة افتتاح الجماهير كانت تدعم بعد ذلك تحاصر على أجل جزاء طرد سجل خلاص مباراة أصبحت سهلة بيده أيضا سيناريو مباراة ثانية سجل هدفين ما كان متأخر اليوم الاختبار الحقيقي فريق منظم جدا منتخب السويسرا شيريس يلعب في اللو بلوك ثلاث الدفاع رودريكز أكانجي وشار ممتازين جدا في عملية البلوك الدفاعي مساندة من الظهيرين أسبيتشير وويدمر في عملية تغطية عمل عمق دفاعي كبير تقارب في الخطوط كتلة منخفضة جدا منعت المنتخب الألماني من نغاة قوتها يعني اللي شاف ثلاث مباراة في المنتخب الألماني السابقة دايما المنتخب الألماني يلعب في العمق دايما يتميز في وجود قندوقان ويردز وموسيالا ما بين الخطوط دايما يستهدف المناطق هذه توسعة الملعب دايما تكون عن طريق كيميتش وميتلشتات هم اللي وسعون الملعب لذلك اليوم عانى كثيرا واستمر المنتخب الألماني طول المباراة يحاول يلعب ما بين الخطوط يحاول يلعب بالعمق ولكن المنتخب السويسري كان منظم جدا الصراحة وأعتقد أن المنتخب الألماني لو ليج الدام راح نتكلم في سيناريو المباراة واللي حدث والتغييرات أعتقد أنه كان محظوظ نوعا ما في التعادي نعم إذا ناصر ألمانيا في الصدارة ولكن اليوم سويسرا شكل للأمانة ضغط رهيب وكاد أن يخطف الصدارة من المنتخب الألماني ولكن ألمانيا في آخر الدقائق حسم هذه الصدارة بسبع نقاط طبعا اختبار يعتبر حقيقي لمنتخب ألماني في هذه المباراة بعد المباراة الأولى والثانية كان مقنع وأكثر منتخب مقنع في البطولة هو منتخب ألماني ولكن قالوا أنه بسبب ضعف الفرق المنافس مع أنه أرى أنهم كانوا فارقين المتخب مجرد مع اسكتلندي ليس فارقين عن المنتخبات اللي عبوا ضد مثلا برتغال فرنسا اسبانيا يعني ليس أقل منهم بوايد المباراة اليوم سويسرا لعبوا أغلب لاعبين مثلا بالنديل الألمانية ونديل الأوروبية فهم عارفين الرتم هذا عارفين من كل المنتخب الألماني صحيح الـ XG في المباراة أثنين لمنتخب ألمانيا و 0.6 للمنتخب السويسري يعني أساسا المنتخب الألماني هو أساسا كان أخطر حتى لو كان سويسرا متقدم بالنتيجة نعم و المباراة يعني الـ XG له هداف متوقعة يقول لي محمد جمال ناصر حسيني ملك الإحصائيات متخصص بالإحصائيات أنا بس أعتقد أن الـ XG يعني غير دقيقة حصائية غير دقيقة لتابع الـ XG يعني يعرف أن المنتخب الألماني ما حصلت لها فرص كثير للتسجيل فرصة فرصتين ممكن أي مرات فرص أفضل يعني بالضبط أيضا المنتخب السويسري حصل على بالمقابل المنتخب السويسري حصل على فرصة فرصتين سجل هدف لغة بتسلل بعد الهدف نفس اللاعب الخطر الصراحة ذوي حصلت لها فرصة تسديدة بالإسار اللي حتى كانت بجانب القائم لحسبها الحكم ركنية وهي ما حاشها نوير كانت ممكن تسجل فرصة هدف أنا أعتقد أن بلاء حتى بعض الأحيان الأكس جي أعتقد أنها حصائية خادعة لو تروح في تفاصيلها دائما راح تلقي فيها طبعا ما يحسبونها ترى على بتسديدك المرمى ممكن يكون سويسري يعني في موقف لا في موقف أن الكرة خطرة بس يماع تتسب هجمة يعني الأكس جي نحسب بس في تسديدك على المرمى نعم فممكن يكون فريق متساح وذوي يستجد مثلا براء يم القائم نقدم بل كان أقرب للتسجيل كان أقرب التسجيل يعني لأنه بسبب ممكن خبرة اللاعبين الألمان فتسديدهم على المرمى تسديدهم لمرمى سويسرا كان أكبر حتى لو كان في خطورة في المبارات كان لسويسرا ممكن فريق يعني يدافع فريق يهاجم يعرف لا وساعات أيضا النسبة ارتفعت في آخر المبارات لو نيجي لسيناريو المبارات راح نلقى على طول في الشوت الثاني تدخل ناينجلس مان وأول تبديلين دائما اللي سواهم وتبديل تنشيطي تا ومثل إشتات ظهير أيسر ومدافع تا كان عنده نظار كان في التحامات كثير مع مبولا مهاجم البدني لسويسرا خايف عليه بالدور القادمة خايف عليه من الطرد في المبارات نفسها بعد ذلك بعدها دقيقتين هنا صارت هنا اشتغل نيجي لسمان تكتيكيا واشتغل في عملية تدوير اللاعبين أخرج على طول أندريتش اللي هو اللاعب المحور نعم رجع قندوقان كلاعب محور ولعب في مهاجمين اثنين لعب في الاربعة اثنين بير أصبح كمهاجم ثاني مع هارفتس واللي تحت المهاجمين لعبين اثنين اللي هما ويرتس وموسيالا فهني تدخل صار في تدوير وصار في تغيير في التكتيك أيضا الرسم صار في الاربعة اثنين آخر اللعب نزل المهاجم اللي أعتقد كان ممكن يعطي دقايق اكثر هل الفكرة اليوم ساهمت بالهدف ولا اليوم الهدف من ضربة ثابتة يعني نوعا ما بعيدة كل البعد عن اللعب المفتوح لا بعيدة هي ولكن أيضا يعني الأفكار اللي لعب عليها ما شفتها نفس ما قلت انت اوكي انت نزلت اليوم فولك روغ للكرات العرضية مع وجود مهاجم نفس هارفتس يتقدم دايما يطلب الكرات العرضية ووجود مهاجم نفس بيير طويل انت لازم تفعل الأطراف العرضيات وجود اللاعبين هذين الثلاثة داخل الملعب لم يحصلون لا على كرة او كرتين عرضية فانت سويت الفكرة ولكن ما وصلت لهم الكرات اللي يحتاجونها فقط من مشاركة هذا اللاعب سجل هدف الحسم اليوم وخطف نقطة من هذه المبارات حولت ألمانيا الوصول للدور القادم كمتصدر شوف فولك روغ يعني المهاجم طبعا لفكرة معينة وفكرتين صح انك لما تلعب هفرت كمهاجم وهمي وتستخدم اللاعبين الأطراف تستخدم اللاعبين القادمين من الخلف عند اللاعبين المميزين اللي يقومون في هذا الدور بس اللاعب الحاسم اللي يسجل يسجلك هو فولك روغ لمنتخب المهاجم نفس الفكرة لمنتخب مع منتخب هولندن يعني يتمد على ديباي كمهاجم مهاجم وهمي يعني مون لاعب اللاعب اللاعب اللي يسجل فسلما يدخل في كرست لاعب يعرف لاعب كمحطة لاعب الفريق كله يلعب داخل صندوق ويسجل فهاللاعبين لاثنين فولك روغ مع ألمانيا ممكن يوصلهم لمراحل متقدمة أكثر نعم وفي كرست كذلك مع منتخب هولندن ممكن يوصلهم مراحل يعني أبعد بسبب استخدام لمهاجم وهذه البطولة تحتاج أنت اللاعب اللي يحسم لك ويشوف المهاجم المحطة والمهاجم التاركت أهم المهاجم المهمي في المراحل بالضبط نفس الفكرة اللي يتكلم عنها بخالد 100% صحيح اليوم الألمانيا قاعد تبني في ثلاثة دائما يعتمد على صغوط كروس نفس ريال مدريد كروس يحب يسقط كمدافع ثالث ويخرج بالكرة وألمانيا قاعد تعاني على فكرة في حالة الضغط العالي لأن لا تا ولا روديغير مميزين في عملية البناء والخروج بالكرة دائما كروسو الوحيد اللي يخرجهم أو دائما يحتاجون موسيالا أو قوندوغان أو في بعض الحيان هفرز يسقطون لمناطق منخفضة حتى يخرجونهم من الضغط لأنهم لعبين مقاومين للضغط أنا لاحظ شغلة ممكن يلعب ظهر اللاعب وبسلمان يعني نقطة مهمة لما أنا ذكرتها اليوم البناء من الخلف ضد سكوتلندا شفنا يمكن ألمانيا يبني وبسهولة وكل اللاعبين كانوا يبنون من الخلف حدة وأذكى في عملية الضغط اليوم اللاعب مو بس يضغط أنا قدر أضغط وأطلع من اللعبة في عملية وين تو ولكن ذكاء اللاعب في عملية تمركز في عملية توجيه في عملية البودي بوزيشن في عملية توجيه اللاعب لمناطق معينة مطلوبة للضغط هذه مهمة جدا أيضا أتكلم على فكرة المانية في البناء ثلاثة واحد لما يصغط ويكون أندريتش أمامهم يتشكل هناك مربع في الأمام أعلى المربع هذا هافرتز وغاندوغان أسفل المربع هذا ستجد فرتز وموسيالا هم لاعبين دائما حركيين وتبدأ بعدها مع تدوير الكرة هناك حركة ما بين الخطوط تبادل المراكز ما بين اللاعبين طلب الكرة ما بين الخطوط في الألعاب المركبة الوين ثري ممكن حصلت في الشوط الأول مرة واحدة بسبب كتلة الفريق والكمباكتنس كان جدا مميز ما في مسافات ما بين المدافعين واللاعبي الوسط فعشان شديعان المنتخب الألماني اليوم نعم اليوم هل هذه المباراة ناصر هي مؤشر خطر على المنتخب الألماني في حال واجه فريق قادر على كسر حجماته وكسر بناء من الخلف في المراحل القادمة كل المراحل القادمة سيكون المنتخبات مستوى على طبيعي لا أنا أشوف المنتخب الألماني من أكمل فرغ في اليورو يقدر يتفوق على أي منتخب لأنه عنده العناصر وعنده لاعبين الاحتياط عنده اللاعبين اللي يمكن يغيرون المباراة ممكن فيه منتخبات عندهم أفضل منتخب فنيا أفضل منتخب كسكواد لعبين كسكواد لعبين حتى كمدرب قراراته في تغيير الرسم تغيير الأفكار في استخدام اللاعبين يعرف كل لاعب يعرف أن اللاعب اللاعبة لا يبدل تلقى مركز مركب يبدل فكرة كاملة دخول فولكيك هفرت هي ليست لاعب لعب هي فكرة كاملة تغيرت خصائص اللاعبين خصائص اللاعبين عند ألمانيا أشوفها أسبانيا وأعتقد البرتغال قاعد يسعدهم بالبطولة بالنسبة لألمانيا بالنسبة لك أفضل منتخب في البطولة أتبغ مع ناصر ألمانيا ولكن بعد مباراة اليوم شوية صار عندي شك فيهم قاعد أشوف البرتغال راح تسعد بالبطولة خصوصا المدرب بعد المباراة الأولى عدل أخطاءه عدل الرسم عدل اللاعبين الوسط تمركز اللاعبين وصار ظاهر أفضل في المباراة الثانية أظهر لذلك أسبانيا حاليا الصراحة منتخب متكامل حتى على مسؤول بودلاء قاعد يقدم كرة قدم جميلة وعنده أفكار وعنده بودلاء وعنده ثقة في النفس نعم إذن قرانيت شاكا يحصد أفضل لاعب في هذه المواجهة وهذه المباراة ضد المنتخب الألماني ناصر يصير ثاني لاعب اليوم يحقق أفضل لاعب في اليورو أو أفضل لاعب في المباراة لثاني مرة بعد انجولو كانتي شوف والثانهم تقريبا نفس المهام أنهم اللاعبين الوسط حتى كروس لما كان أشو هم يستحق كان يأخذ هذا اللاعب لأنهم اللي يتحكمون برتم الإمباراة هو اللي يعني يخلي اللاعبين شون ذي بيحجمون بيدافعون وشاكا مميز حتى في لبركوزن لهذا الموسم والموسم مطاف مع أرسنال يعني آخر موسمين شاكا يعني مستوى كبير وهذا حصائية حق الجمال منتخب سويسري في آخر يعني 13 مباراة في اليورو خسر بس مرة واحدة وتأهل جميع البطولات اللي طافت من 2014 كاس العالم إلى اليوم طبعا نلعبهم كل البطولات كاس عالم يورو كاس عالم يورو كلهم تأهل من المجموعة فمعنات أنه منتخب ثابت مع أنه من النجوم اللي عندهم طبعا كلهم منتلغ فيهم منه شاكيري شاكيري دائما هو اللي يسجل ويصاعد المنتخب فالمنتخب سويسري يعني كاسم ممكن ما لا تاريخ ولا لا اسم يعني مثل المنتخبات الكبيرة لكن اللي يسويه أنه يتأهل في كل المجموعة إلى الدور اللي بعده فهذا يعطيك الثقل للمتخب سويسري وأغلبه هشو الفضل طبعا للدوري الألماني اللي طلع أكثر اللاعبين وخلاهم أي أفضل بيئة لللاعبين نعم الأمانة منتخب سويسري دائما ما يقدم نفسه في البطولات المجمع عبدالله ويقدم الأمانة مستوى جميل جدا ودائما يلعب الند بالند مثل ما شاهدنا وحسنا كل ما يزيد رتم المباراة ويزيد رتم الخصم منتخب سويسري يكون أفضل صراحة فريق منظم جدا منتخب سويسري حتى يعني أنا عجبني على مستوى التنظيم الدفاعي على مستوى التنظيم الهجومي أيضا ما يبالغ في عملية الصعود بعد خسارة الكرة دائما هناك عدد من اللاعبين يفعلون الضغط العكسي لتأخير المنافس ومحاولة قطع الكرة وعدد من اللاعبين يتم تأمين المنطقة حتى يترجع كتلة فريق في مناطق منخفضة دائما يعتمد على الضغط المتوسط أو الضغط المنخفض ما يصعد بشكل كبير لمناطق عالية اللاعبين يملكون تضحية واللاعبين يملكون تضحية وأدوار تكتيكية دائما تلقى المهاجمين عشان هذه راح تلقى في الدقيقة سبعين اليوم بدل الثلاث مهاجمين لأنه يبي حيوية أكثر وشراسة أكثر نفس ما قلت انتفي عملية الضغط وعملية المساند الدفاعية فبدل الثلاث مهاجمين دخل مهاجمين حركيين أكثر نشاط فريق منظم فريق راح يعاني أي فريق راح يواجه في الأدوار القادمة لأمانة نقطة جميلة أبو سلماني تحدثت عنها وهي نقطة اليوم العامل الذهني وأضف إلى ذلك العامل النفسي لللاعبين البطلات المجمعة يعني العامل النفسي عامل جدا مهم في فرق مدرات إمكانياتها متواضع ولكن دائما ما يقدمون مستويات كبيرة لأن عندهم الحافز والنزل أعتقد حتى مدر منتخب إسبانيا شدد على هالنقطة رغم أنه فنيا عالي ولكن أهم نقطة تتكلم عنها قال لنا أنا أعرف أخلي شنون اللاعبين يكونون سعداء ما تتكلم فنيا شنون راح نتكلم تكتيكيا شنون راح أوظف تكلم شنون راح أخلي اللاعبين مجموعة وحدة وسعداء نعم إذن ألمانيا وسويسرا إلى الدور القادم وهنغاريا قد يفوز بأحد المقاعد المؤهلة للدور القادم ضمن أفضل الثوالث سيتم اختيار ثلاث فرق ننتقل إلى المنتخب الهنغاري ومواجهته مع سويسرا هذه المواجهة المثيرة اللي انتهت في تقدم المنتخب الهنغاري في الدقائق الأخيرة وفوزة في هذه المباراة ومواصلتها يعني محاولة خطف بطاقة تأهل إلى الدور القادم من خلال هذه المجموعة 100 دقيقة ما بين الفريقين كانت سلبية ولكن الدقيقة 110 كانت هدف المنتخب الهنغاري المهم جدا من قبل اللاعب سو بوث وسجل هذا الهدف في الدقيقة العاشرة ممكن يعطي أمل وبشكل كبير أن المنتخب الهنغاري اليوم يصعد إلى الدور القادم ويتواجد في دور 16 من ضمن أفضل الثوالث كانت مباراة صعبة جدا ما بين منتخب الهنغاري والهنغاري لأن حظوظهم نوعا ما كانت متساوية وقريبين من بعضهم من ناحية المراكز ولكن اليوم المنتخب الهنغاري قدم فوزه الأول خلال هذه المجموعة ونقاطه الأولى ثلاث نقاط مهمة قد تخوله من ضمن الدخول في أفضل ثوالث الحديث عن هذه المواجهة ناصر مواجهة طويلة وصعبة ضد بين فريقين يحاولون يثبتون أنفسهم من خلال هذه المجموعة طبعا المنتخب سكتلندي ما تهل ولا مرة في تاريخه إلى الدور من المجموعات وفي أمبارات اليوم يعني شفنا المنتخب سكتلندي عنده يعني ستايل التامنشب يعني فريق فرق الدرجة الثانية خذاها من الثاني أنا قاعد أقول منتخب جائبة من التامنشب منتخب السكتلندي أشبه بفرق دور الدرجة الثانية الإنجليزي هو خذاها مني من تفكيري طب ما قلت لأنا هو خذاها من تفكيري لعب بدني ولعب يلعبون يعني التحامات والروح وطبعاً التاريخ الدولة اللي يلعب فيها صح فيدخلون مثلاً عندك شرط الأول شفنا التستحواض واحد ستين بالمية للمنتخب سكتلندي حسنا تقول بشون واحد ستين بالمية وثان منشب بس ولا تزديدة لا على المرمة ولا على البرة ولا شيء ولا تزديدة بالمقابل المنتخب الهنقاري في استحواض بس ستعة ستعة ستين بالمية سدد خمس تزديدات واحدة كانت على القول فمن الشرط الأول المنتخب الهنقاري قاعد يلعب ذكاء أن أنا ممكن أنت متحمس كمتخب سكتلنة قاعد تستحوذ بس بالنهاية فيه الإمسات لازم توصل عشان توصل القول هي مو بس فيه استحواض سلبي طبعاً صح لكن بالنهاية من اللي راح يتقدم بالخطوة هذه اللي هي اللعب الفردي مثلاً كاختراق مثلاً من العم كتسديد من البعيد مثلاً العرضيات اللعب مثلاً من البوكس كمهاجم والله أحزنني أحزنني أن أتذيل هذه المجموعة مع المنتخب سكتلنة قاعدهم هذه الثلاث مباريات فيها ندية ناصر شوف مثلاً منتخبات بعد كل شم سنة يطلع لك لاعب نجم في الدوريات يطلع مثلاً يلعب في منتخب منتخبات وهو متواضح وهو اللي يشيل المنتخب مثلاً عندك جورجي حاجة مثلاً مع رومانيا صح يعني كان الأمال كلها عليه نعم وكان شاية المنتخب أضيف على كلامك ناصر رزلتان إبراهيموفيتش مع السويت شيف تشينكو مع أوكرانيا العديد مرات لعب رايين جيكز مع ويلز كارتلي في مركز مثلاً ألبا مع النمسا يعني كان لو تشوف أدواره في النمسا طبعاً غير عن نادي هو يلعب كلاعب دفاع قلب دفاع لعب ظهير يعب ظهير محور كان يسوي كل شيء في النمسا وعنده طبعاً خبرته ينقلها صح جون أبي ميكيل مثلاً مانيجيريا كان يلعب لعب رقم عشرة مع مانيجيريا وهو اللي يسجع هو اللي يصنع مع جلسي ما لأي دور فجومي كلها دفاعي بشوف يعني لاعب الخبرة من الكرة الأوروبية يقدر ينقلها لمنتخبة فالسكتلندا بكرت لي بلاعب لاعب قروف السن يعني قبل كنا نشوفه مع ريال مدريد تنظر شنو اللاعب هذا لايخ بس كنا نشوفه مع الدنمار كان قائد والكابتن والتبيرات قارث بيل مع ويلز يعني نشوف ويلز ما عندهم تاريخ كان قبل مع أنه كان عندهم كذا لاعب مثلا هداف اللي بربول تاريخي ينرش لكن قارث بيل مستوى عالي أنا بالنسبة لي طبعا يعني مهما كان أسامي في تاريخية مثل ينرش وأكثر من اللاعب لكن قارث بيل رغم واحد في تاريخ ويلز هذه يعني ما عليها خلاف أول منتخب يتأهل إلى اليورو أو منتخب يتأهل كاس العالم وكل هداف يسجلها كان قارث بيل صح أول يعني القاد نعم مثل ما تفضلت حاليا شوك كذلك إيرلينغ هلند مع نرويد نعم عنده نفس المشكلة ويعاني أن شوك مثل سمع نرويد أيام مفلو ضعيفا مع في كاس العالم ممكن 98 يعني لازم يطلع لك لاعب مثل المتخبات في المتخبات سكتلندا صح يعني لعبهم البدني يعني للحين زي مروا لاعب سكتلندا ما كتوب منها يكتب أفضلع لا أفضلعب كابتن طبعا كابتن روبرتو مكجين صراحة مكجين شوف مكجين لاعب مميز حتى لو تشوفه مع ستون فيلا السنة هذه خصوصا وأدواره حتى في عملية توظيفة كمهاجم ثاني أو حتى بالرغم عشرة متى ما وظفت كلاعب محور ثاني متى ما وظفت على الجناح لاعب صراحة ممتاز يستلم لاعب خطوص يستلم وظهر لاعب مقاوم مقاوم للضغط يملك قدم يسرى جدا ممتازة يملك التمريرات اللي قال عنها ناصر اللي ممكن تكسر الخطوط أو تكون تمريرة قبل الصناعة أو تمريرة الصناعة نفسها لاعب مميز حتى بالدولة الإنقليزية شفنا هذه المميزات أيضا بالضبط شفناها بالدولة الإنقليزية لكن اليوم توظيفة مع المنتخب العناصر توليفة الفريق سلوب الفريق كلها وممكن كلها الأمور ما تخدم ظهور اللاعب بشكل أفضل الناس تحدثوا أن هذا المنتخب يملك الإمكانيات يملك الزخم يملك التاريخ والأرث وقد يعود من خلال هذه البطولة تسعين دقيقة الأولى ما قدم ولا شيء تسعين دقيقة ثانية كذلك مية وعشر دقائق آخر دقيقة سجل قدم دقيقة هذا الهدف ممكن يهل إلى الدور القادم فلا زال يعني إمكانية الحصان لا سود المفاجأ موجودة في المنتخب الهنغاري تتوقع تأخذ أولا من ضمن أفضل ثوارث وهل تتوقع في حال تأخذ أولا ممكن أن يقدم ممكن على عدد النقاط التي حققها نقاط ممكن تأهلها خصوصا في تنفسيات المجموعات الأخرى وعدد النقاط هذه حسبة أيضا ما ادخلنا ترى أنا اليوم حتى حسبة النقاط أنا نلقى مثلا نفس كأساسي اللطاف نلقى فريغية يخسر نفسها عشان يروح لنفس كوريا الجنوبية ليروح لطريق أسهل الأمور هذه بدت تحدث كثرة خصوصا مع دخول أفضل ثوالثي تأهلون ولكن أنا أعتقد فنيا على مستوى الأرضية ما بيّن أنه هو الحصان الأسود ممكن قبل البطول أنا كنت أشوف منتخب النمسا نعم منتخب النمسا أثبت على أرضية الميدان أنه فريق منظم جدا مع راقنيك صراحة مقدم كرة غدم جميلة يعني أعتقد أنا أفكارها جدا واضحة في عملية الضغط العكسي في عملية سرعة اللعب تسريع رتم اللعب في عملية التحولات في عملية الحفاظ على الكرة فريق مميز منتخب النمسا وأثبت على أرضية الميدان المجر يعني ما أعتقد أنا للحين على أرضية الميدان ولكن قلت لك أنا في فرق تصعد مع البطولة ومدى ومسوت لأدوار اقصائية خصوصا في فريق نفس المجر يلعب في الثلاثة في الحالة الدفاعية يلعب في خمس مدافعين دائما يكسب الوقت متى ما طالت دقاق على الفريق المنافس نفس ما صار اليوم مع ألمانيا مع سويسرا ألمانيا ما سجلت هدف ولقيت نفسها متأخرة بهدف أمام فريق يدافع بخمس لاعبين في الخط الخلفي يدافع بكتلة مخفضة ما فيه مساحات كسرت من اللعب يقافرت من اللعب بالفاولات أحداث صغيرة تصنع الشكل المباراة كامل وتغير استراتيجية المدرب من إلى فقط يعني شوف القول القول ديقا أمية ومرتدة يعني شون تقول مرتدة و ديقا أمية لأن الفريقين لازم يفوزون الفريقين لازم يفوزون بس كتلندا لعب نفس الفكرة الشيطة الأول لأن استحواض لازم أتقدم بكل طرق المجر لا بذكاة هو صرح كان لازم واحد يخطف هدف بس المجر بذكاة من بداية الإمبارات قاعد يتراجع فقد الاستحواض خل الاستحواض لك أنا ألعب فيه بذكاة لأن أنت يعني حماسس كتلندا أنا ألعب بذكاة عندي الأدوات اللي أنا فيها مرتدة إذن ألمانيا فيه هدفهم الأخير ينجون من مواجهة العقدة الدائمة المنتقب الإيطالي الأزوري نشوف ترتيب هذه المجموعة بعد نهاية الثلاث مباريات ونهاية الدور ومجموعات بالنسبة للمجموعة الأولى شوف المشكلة بانغاريا إنه ماينس ثلاثة هو الردي الحين من الست فرق هو ترتيب الثالث في فريقين الردي لعبوا بس مبارتين أعلى منه فحضوه ضعيفة اليوم يعني مو أي فرق مثلا عندها ثلاث نقاط يعني سهل لأنه عنده ماينس ثلاثة حاليا بالوضع العام راح يواجه المنتخب الدينماركي ومنتخب سويسرا راح يواجه المنتخب الإيطالي بعد نهاية هذه المجموعة ولكن ننتظر شنو تسفر عنا المجموعات الثانية عشان نعرف المتواجهين وبشكل رسمي في دور 16 من يورو 2024 كذلك الحديث عندنا ما بعد حديثنا عن هذه المباريات مباريات يوم الأحد ننتقل لمباريات اليوم الجديد اليوم الثنين في يورو 2024 وأولى مباريات هذا اليوم إسبانيا وإلبانيا في هذا التغير عززت إسبانيا مكانها بين المنتخبات المرشحة لنيل لقب كأس الأمم الأوروبية 2024 بعد أن حجزت مكانها في دور 16 كفائزة بالمجموعة الثانية قبل خوضها الجولة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الألباني وأدت الانتصارات المستحقة لإسبانيا على كرواتيا وإيطاليا المهمة المطلوبة مما أتى حالي المدرب لويس ديلاف وينتي الفرصة لإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين للمباراة ضد ألبانيا ومن المؤكد غياب نجم إسبانيا رودري للإيقاف بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية أثناء لقاء إسبانيا أمام إيطاليا ولكن غياب رودري لا يجعل المهم أسهل بالنسبة لألبانيا فجودة إسبانيا عميقة ومع ذلك فقد أعطى فريق سيلفينيو سببا كبيرا للتفاؤل بشأن نتيجة إيجابية في لقاء الفريقين المقرر في ديسولدورف وكان لاعب خط وسط انتر كريستيان أسلاني قد لفت الأنظار في اللقاء الافتتاحي أمام إيطاليا والذي شهد تقدم ألبانيا في الدقيقة الأولى من مباراة الفريقين قبل أن يخسر الألبان بفارق هدف إلا أن اللقاء الثاني في المجموعة كان أفضل لألبانيا التي حصلت على تعادل متأخر مع كرواتيا للحفاظ على أمالها في التأهل للدور المقبل إذن مشاهدين الكرام اليوم الأثنين ثاني أيام المجموعة الثالثة من أول مباراة الثالثة منظم يورو 2024 وعندنا مواجهتين سيكونون ساعة عشر مساء بتوقيت الكويت بحول الله وقوتها ألبانيا وأسبانيا وكرواتيا وإيطاليا بداية أن نتحدث عن هذه المباراة ألبانيا وكذلك أسبانيا هذه المواجهة المرتقبة الأخيرة اليوم ألبانيا يملك نقطة أسبانيا تأهل رسميا ويملك ست نقاط هو صراع صدارة ما بين أسبانيا وإيطاليا وهو صراع للتأهل ما بين ألبانيا وكرواتيا وعلى أقل تقدير خطف المقعد الثالث المواجهة أنا أعتقد أسبانيا من ساعة تكلمنا ناصر ممكن عن أكثر الفرق إقناعا لحد الآن أسبانيا أعتقد على أعلى سلم هذه الفرق أثبت كفاءتها خصوصا في مباراة إيطاليا قدم مباراة كبيرة أمام منافس يعتبر مرشح للبطول أفريق كبير دائما هنا تقيس مستوى تنافسية الفرق في مباراة نفس هذه فليش أقولك أنا أسبانيا قدم أوراق ترشيحة أو اعتمادة كمنافس جدي على البطولة لما تظهر في هذا الشكل في هذه المباريات اليوم أمام منافس حتى الصحف الإيطالية شهادت بشكل كبير في المنتخب الأسباني ليس فقط شهادت في المنتخب الأسباني اليوم يمكن انتقدت منتخبها بشكل كبير جدا وقالوا أن هذا الأداء الذي حصل والمستوى الذي قدم أسبانيا على إيطاليا كان عار بالنسبة لإيطاليا بالضبط واستحواذ على المباراة كاملة صنع فرص يعني اليوم وانت مغمض أي شيء تذكرة عن جمالية كرة الغدم أو سيطرة فريق على آخر أو استحواذ على فريق آخر ستذكرة في مباراة إيطاليا والنتيجة لا تدل تماما على مجغيات المباراة بالأخص أنه أمغول بالنهاية بالضبط بالضبط أنا أصلا استغربت أن جميع الكور التي كانت ممكن تسجل لأهداف لم تسجلت بالمغابرة الكرة الوحيدة التي كانت أصلا ممكن لا تكون هدف هي التي تسجلت هدف فهذه من مفارغة من براء فريق جدا مميز في الأربعة ثلاثة ثلاثة التزام من الأطراف يملك شنو ميزة المنتخب الأسباني هو ثلاثة المقدمة حركي عنده تنوع في الخصائص وليامز و يامال دائما لاعبين يوسعون الملعب في حلول واحد ضد واحد يقدرون يشغطون ما بين في أنصاف المساحات ما بين الخطوط والاستلام أيضا مهاجم حركي وممكن تعتمد عليه كتارغت ولكن متى ما استحتاج تارغت يكون مثبت المدافعين اسمه هاجم ريال مدريد خوسيلو ممكن يستخدمه لو يحتاج أن يغير رسم الثلاثة رح تلقع ظهير غريماردو غريماردو ظهير ليفركوزن ونفاس ممكن تستخدمهم في الثلاثة خمسة ثنين أو الثلاثة أربعة ثلاثة عندها تنوع في الحلول سواء على مستوى الرسم سواء على مستوى الأفكار سواء على مستوى طرق اللعب فأعتقد أنه لحد الآن منتخب متكامل منتخب قادر الشيء بالشيء يذكر التكامل المنتخب الأسباني هنا بس نطق ستوب أنا شوية نشجع المتخب الإنجليزي الروح اللي قاعد يعطي أنت معانا مبتلة يعني مبتلة معكم اللي قاعد ومن مشاكل المنتخب الإنجليزي هي مشاكل لا تعد ولا تحصى بس ما أذكر المشكلة هذه هو التناغم وبروفايلات المهاجمية الثلاثة الساكة لاعب يوسع الملعب هاركين لاعب في السنوات الأخيرة فقط كثير من سرعته ومرونته ودائما يسقط لمناطق مخفضة فوضي نحب يسترم من كرة برجلة تضارب الأدوار تضارب الأدوار ودائما ينزلون المساحات المفرقة ما في لاعبين رنرز أو لاعبين يركضون في المساحات هذه الفتاك مثل قدقاء مثلا مثل اللاعبين دائما يكملون ويطلبون الكرة بالمساحة كلهم يبون الكرة في الأقدام فهذه التضارب اللي قاعد يصير بالأدوار وعملية برفايلات اللاعبين يعني يشوف عك وتمريرات كلها عرضية وبين بعض ما في أحد يطلبوا كرة في المساحة؟ بالضبط دائما ساكي يوسع الملعب ويوسع الكرة فودن دائما يستلم الكرة في قدمه قليل يطلب الكرة في المساحة بالمقابل منتخب أسباني ويليامس يامال يطلبون كرة في المساحة ويوسعون الملعب ويطلبون الكرة في قدمهم في أنصاف المساحات فهذا التكامل الذي يحدث بين المهاجمين دائما تلقاهم حركيين لاعبين صغار متى ما ادخلوا كوكوريريا وكرفقار قادرين على عمل أوفرلاب وتوسعة الملعب والزيادة العددية فهذا اللي قاد يعطي المتخب الأسباني شكل زيادة عددية وخطورة داخل المنطقة حتى متى ما وصلت كرة لمناطق العرضية راح تلقى مراتة ولمين جمال ويليامس زائد بدري ورويز واحد فيهم يكمل واحد يعمل الكافر نفس رودريا ورويز معاه فهذا التناغم كله هو عارف الهجمة متبعة بحالة أخرى بدون كرة عارف شون يوقفها فلحد الآن الأكثر أقناعا منتخب الأسباني بالنسبة لعبدالله الضفيري بمنتخب الأمانة قدم ملاحم كروية ولكن أنا من وجهة ناظري ناصر المنتخب الأسباني يفتقد فيه عوامل معينة خبرات تحسن الخبرة تحسن كذلك مهاجم نفس مراتة اليوم ما تعتمد عليه كل المباريات أحسن أنه كان فيه مراتة نسختين مراتة عنده نسختين نسختين بببب يا قمة يا قاع ما عنده بالمزاعة أتفقوا يعني مثل ما تفضلت كذلك من ناحية المهاجمين لاحسناك مهاجم حركي كرأس حربة يعني غير خصي لأمورات هو عنده عنده الأدوات لكن بفكرته هي اللي تمشي وبعدين هو داشت منتخب الأسباني بدون أي ضغوط يعني فيه بعض الترشيحات كانت قبل البطولة أنه منتخب الأسباني هو اللي ما يتاهل يتاهل منتخب الإيطالي ومنتخب الكرواتي لكن فهذا الشيء يمكن عطى يعني أريحية لهم أنهم يلعبون بطريقة اللي مهاجمين يتاهل إيطاليا وكرواتيا وصباهم يتاهل يعني لأنه يعتبر الترى توقع منطقي لأنه أساساً اللاعبين لعبين صغار قاتلهم مع لعب عمره 17 سنة 16 سنة لعبين عمرهم 20 لعبين عمرهم 21 فمو اللاعبين اللي بوقت البطولة يلا الله الحين هم ممكن يشيلونك ناس اللاعبين مثل منتخب المعنى السجلهم جداً منتاز مع لويس دي لوفوينت وكرواتيا يعني دائماً ضد الانتخبات الكبيرة يقدم مستويات كبيرة فشي منطقي ترى أنه كسبانيا منك ما يتاهل فهو داشة المباريات داشة البطولة رح نلعب بسلوبنا بالطريقة اللي حلنا بيها وعند أهم لاعب حق اللعب هذا كله اللي هو رودري وقاعد يقوم فيه في الأدوار هذا كله اللاعبين بدون ضغوط يعني لعبون بطريقة اللي هم يبونها حتى لو يخسر الفريق رح يقولون أوك لاعبين صغار نفس ممكن انقلترا ممكن 2018 كان توا الجيل قاعد يطلع هذا الجيل توا كان يطلع للحين كان طالب ممكن 2018 توا كتم لاعب قاعد يبرز قالوا ما هل يضغوط يعني عادي بعدين البطولات اللي بعد الحين ليش الانتغادات حين على ساتو تقلت حيالة كبيرة لأن هذا الفريق صار للحين معاك من 6 سنوات والحين وقت الحصاد أما هذا المنتخب مو داش البطولة منتخب السؤال مو داش البطولة عشان يحققها ولا عشان ينافس عليها قاعد يجاهز حق سنوات القادم وهذا اللي هو طبعا هذه الدراسة الصحيحة حق أي منتخب حق أي جيل يعني شو بحين المباراة اللغاد ما رح يلعب بتشكيلة احتياطية نعم تشكيلة احتياطية كل لاعب تقول ممكن بأي منتخب يلعب اساسي مثلا قريمالدو أفضل ممكن ظهير إيسار في الموسم مع البركوزن محقق الدوري بنون خسارة محقق الكاس احتياط لأنه ممكن ما يطبق الفكرة اللي هو يبقى كوكرية مو نفس يعني ما قدم أفضل مستوياته في معاملات تشلسي كان يبروح يعقله لمانشستر جهر واحد يعني مو 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 مفضل مستوياته وكان يلعب احتياط يعني بس شوف مباراة مع إيطاليا استرجع الكرة أربعة عشر مرة كوكرية ضد منتخب إيطالي يعني وهو مو المنتخب اللي اللي متراجع كانت كلم عن المنتخب هو اللي هاجم هو اللي بادر وهم استرجع الكرة من إيطاليا أربعة عشر مرة معنات أن خنق إيطاليا مقادرين يطلعون من الكرة تفعيل الضغط العكسي فالفكرة هذه فكرة المدرب وعارف من اللاعب المناسب لهذه الفكرة أنا عندي لاعبين ثانيين يهاجمون ما بقريمالدو قريمالدو في عكس في لوركوزن هو اللي يهاجم هو اللي يصنع هو اللي يسجل فالأفكار هذه مادي هل توصلك بعيد بالبطولة ممكن إذا درسه ولمنتخب السماني عدل مثل منتخب فرنسي حتى منتخب إنجليزي لو هو الفريق اللي يتراجع وليعبها مرتدة ممكن يعني يلعب بطريقة أفضل يعني شوف إيطاليا سجلوا عليه يعني هدف عكسي بس ممكن المنتخبات الثانية يعني هذا الهدف مكمايي ويخطف هدف من الصباح فيفوز بعد بعد هذا المستوى الغريب اللي قدر قريمالدو ممكن ما يخدم الرسم اللي قاعد يلعب فيه والأفكار والأسلوب اللي قاعد يلعب هو وينج باك يلعب في الثلاثة أربعة ثلاثة في الثلاثة خمسة ثنين دائما يحب يتغدم يترك مناطق في وجود ثلاثة ولاعب ارتكاز ممكن يغطلون عملية دليع على ما يرجع ولكن في الأربعة رح تكون فجوة كبيرة خصوصا للفرق اللي تلعب على الأطراف وعندها أجنحة مميزة رح يكون هناك ثغرة كبيرة في عملية تغدم غريمالدو للمناطق عالية وترك المساحة هذه خصوصا تغدم بدري رويز مول ارتكاز رودري الوحيد اللي رح يضطر يميل للجهة هذه ويفرغ مساعات فيه ممكن سبب له مشاكل تكتيكية وجود اللاعب هذا في الرسم هذا عشان شدي يفضل عليه لاعب نفسكو كوريا قادر على الوقوف نعم بالمقابل اليوم عبدالله المنتخب الألباني لعب ثمان مرات ضد أسبانيا في تاريخه ثمان مباريات خسرها جميعا يعني سجله مع منتخب أسبانيا هو من طرف واحد اليوم ألبانيا عنده الكثير من الآمال للخروج من هذه المجموعة المجموعة الحديدية وأصعب مجموعة ولكن اليوم تواجد فكرة أفضل ثوالث من المجموعات أربع ثوالث رح يطلعون تعطي أمل لجميع الفرق المتواجدة وتخلي للأمانة في حافز لكل المنتخبات اللي قاعدت تلعب مثل ما شبناها هنغاريا اليوم في آخر دقيقة قد يخطف مقاعد من ضمن مقاعد الثوالث اليوم ألبانيا صحيح أن عنده نقطة ولكن لا زال عنده أمل جدا كبير في اليوم في الفوز وبالأخص الناس بانيا اليوم يلعب في تشكيله يعني معظمها أو أكثرها احتياطية أعتقد سلفينيو يعني للفضل يعود سلفينيو مدرب صراحة قدم كرة قدم جيدة فريق منظم نوعا ما تدريب المنتخبات يختلف بشكل كبير عن تدريب الأندية تدريب المنتخبات دائما يعتمد على اختيار أفضل عناصر ثم اختيار أفضل اسلوب يناسب هذه العناصر بالمقابل تدريب الأندية ممكن أنت مدرب عندك دي ن اي أو ستايل معين تقدر تفرض على النادي مع كثرة التدريبات اختيار اللاعبين تصعيد اللاعبين من المدرسة بيع اللاعبين وشراء اللاعبين آخرين تبدي وزاد عندك حصة تدريبية كثيرة تبدي تفرض فكارك ولكن تدريب مع المنتخبات يختلف لأن اللاعبين سيجونك لفترات قصيرة ثلاثة أربعة أيام فيفا ديل أسبوع ثم يذهبون مدة تجمع كلها طول الموسم التعدى 20 إلى 30 يوم فهذا دائما تدريب المنتخبات اختيار أفضل عناصر ثم اختيار أسلوب لذلك بعض المدربين اليوم يأخذون عامود فقري من نادي واحد أخذ اللاعبين أسهل لي وأفضل متفاهمين وعارفين بعض أحد الأفكار اليوم اختيار لاعبين متفاهمين وهناك بينهم انسجام فهذا دائما تلقى يلعبون طرف واحد اليوم لو نرد خطوة المنبارات اللي حللناها المنتخب الألماني اليوم ضد المنتخب السويسر رح تلقى اللي راح يلعبون على الجهة الإسراء اثنين هم في بولونيا يلعبون وبولونيا مقدم موسم كبير في إيطاليا زاد تألغ اللاعبين هذين الاثنين اليوم يلعبون في شكل أساسي فراح تلقى هناك تفاهم دائما وكيميا ما بينهم تأتي من خلال تدريبات الموسم لو نتلعب مع لاعب قريب منه طول الموسم تبدي تفهم أنماط حركته طريقة تفكيرة هذا يأتي مع الوقت ولكن المنتخبات سلفينيو أعتقد اختار أفضل اللاعبين موجودين واختار الأسلوب المناسب لهم نعم إذن مشاهدين الكرام قبل هذه المواجهة في ختام هذه المجموعة دعونا نرى اليوم لويس ديلافونتي وكذلك سلفينيو مدربي الفريقين ماذا قالوا عن هذه المواجهة بالنسبة لي النجاح هو نتيجة الكثير من العمل والتفاني لكن النجاح يتعلق أيضا برحلة العمل والجهد والتضحية وإذا بذلت كل ما في وسعك فلن تفشل أبدا أنا سعيد جدا لأننا ما زلنا ننافس من أجل تجاوز دور المجموعات لم يعتقد أحد تقريبا أننا سنكون قادرين على المنافسة كان بعض الناس يعتقد أننا سنستقبل ثلاثة أو أربعة أهداف في كل مباراة لكن نحن هنا وما زلنا في البطولة فنال أخوان إذن مشاهدينا بعد رؤية المؤتمر الصحفي لكل المدربين دعونا نرى توقعات محللين لهذه المواجهة أسبانيا وألبانيا من وجهة نظر ناصر الحسيني توقع الثاني واحد لأسبانيا طبعا لو يلعب أساسي يمكن أن يكون نتيجة مختلفة لكن 2-1 وحارس ألبانيا ستراكوشفة طبعا هو لعب مبارتين مبارات ونص لعب الدوري ستراكوشفة ستراكوشفة شو اسمه؟ ستراكوشة ستراكوشة ضد مانشستر وممكن يقدم بارات كبيرة مع أسبانيا نعم بالأخص التشكيلة اليوم ملأساسية وأنها مو كثير متفاهمة يعني إذن الحديث كذلك عبدالله عن توقعاتك لهذه المواجهة ألبانيا وأسبانيا ألبانيا أسبانيا أعتقد أنا 2-0 ممكن أروح مع أسبانيا حتى لو أراح هناك عنده وفرة من اللاعبين جودة عالية على مستوى الدكة ممكن ما يحدث تغييرات كبيرة وممكن يحدث تغييرات كبيرة دون بروخ ألبانيا أيضا لاعب والله تشكلتهم أسماء مميز عندهم أسماء عند لعبين رغبة رغبة ممكن يوجد رغبة ألبانيا تابعهم كنت تابع السيريائي كل لاعب إيطاليا ولعبين يتواجدون في الدوري خصوصا على مستوى ممكن الرغبة تكون أعلى ولكن أنا أعتقد 2-0 أروح مع أسبانيا وإيطاليا أروح إلى 2-1 إيطاليا إذن مشاهدينا بعد ما تحدثنا عن أولى مباريات اليوم مع أن المباراتين اليوم يلعبون في نفس التوقيت عشر مساء في توقيت الكويت بحول الله وقوة ننتقل إلى المباراة الثانية والأكثر أهمية والأكثر حافز بالنسبة لكل الفريقين كرواتيا وإيطاليا في هذا التقرير سيكون لدى كل من المدربين زالات كوداليتش ولوتيانوس باليتي الكثير للتفكير فيه قبل مباراة كرواتيا وإيطاليا الحاسمة في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعات الثانية وتملك كرواتيا نقطة واحدة فقط حتى الآن بعد هزيمتها أمام إسبانيا متصدر المجموعة وتعادلها بهدفين مع ألبانيا وقد لوحظه بوط مستوى خط الدفاع الكرواتي الذي كان حصنا قويا أمام الخصوم في السابق بعد أن سمح باهتزاز شباكه خمس مرات في مبارتين ولو أرادت كرواتيا مواصلة مشوارها في اليورو فعليها التركيز على تقوية خط دفاعها للخروج بنتيجة إيجابية في اللقاء المقرر في لايبسيك أما المنتخب الإيطالي فقد تعرض لصدمة مبكرة أمام ألبانيا في مباراته الافتتاحية بعد هز شباكه في غضون أول 23 ثانية قبل أن يتعفى ليفوز بهدفين مقابل هدف وعلى الرغم من أن حامل اللقب لم يكن لديه أي رد على قوة إسبانيا في المباراة التالية إلا أن الحد الأدنى من التوقعات بالنسبة لإيطاليا محصور في التأهل إلى الأدوار الإقصائية وأمام الأتوري عمل يتعين عليه القيام به كما هو حال منافسه في اللقاء القادم منتخب كرواتيا إذن مشاهدين الكرام تحدث عن هذه المواجهة كرواتيا وإيطاليا وحضوظ تأهل هذين الفريقين إلى الدور القادم ستكون مباراة مهمة جدا لكل الفريقين بالأخص أنه ولا واحد منهم ضمن هذا التأهل اليوم كرواتيا يتديل هذه المجموعة ولكن لا زالت فرصة مواتية لتحقيق فوز قد يخوله أنه يتواجد من ضمن المركز الثاني أو أفضل ثوارت فيها تواجد في المركز الثالث عنده فرصة جدا ممتازة ولكن على أقل تقدير اليوم يحتاج الفوز على إيطاليا إيطاليا وكرواتيا بالنسبة لك ناصر حسين طبعا إيطاليا يلعب على فرصتين يلعب على التعاود والفوز كرواتيا لازم يفوز على إيطاليا التي تاهل ويعني كرواتيا عودنا ممكن أن سنوات طافت في البطولات أنه يلعب ضد انتخبات كبيرة ومستوى وممكن يخطف نتيجة من أي فريق يعني هو اللي حرمنا من برازيل وارزنتين في كاس العالم كان ممكن تكون مبارات تاريخية الحين ممكن يعني ضايق إيطاليا ممكن بتاهل لكن أعتقد أن الجيل هذا جيل مختلف يعني أتوقع هذا ممكن أضعف الجيل لكرواتيا من السنوات اللي طافت من السنوات اللي هي 2018 للحين يعني كبر مودريتش يمكن أن تندعي على مودريتش كان معه راكتش كان معه برزتش الجناح الآن نشوفه كلاعب بديل راكتش موجود براك الله زالت عندما اسمه كراميرتش اليوم اسم جدا مميز على الطرف عنده كذلك بروزوفيتش يسم مميز في خط الوسط يعني لو استبدلنا راكتش بروزوفيتش نوعا ما فرق كبير يعني بروزوفيتش ويطيح مستوى خاصة نهاية الموسم صح يعني بداية الموسم كان ممتاز مع النصر لكن نهاية الموسم كان كان عادي كان الكثير يتحدث بالأخص مشجعين لنطف هذا أفضل محور في العالم صح بس المستوى تتغير من سنة لسنة وحتى أثناء الموسم تجد فيه لاعبين بداية الموسم أول نصر موسم تحط مثلا أفضل لاعبين بالعالم أول ثلاث لاعبين في لاعبين موجودين نهاية الموسم داشتش لللاعبين واللاعبين انتلقوا وطاحوا فتصير يعني بروزوفيتش تتوقع من التنمعية هذه اللي هو بداية الموسم كان كان زين مع نصر نهاية الموسم بعدين التعب يصير حتى اللياقة والإعداد اللي صار قبل الموسم قبل بداية الموسم يأثر عليك حتى نهاية الموسم رحيم مدرش قال نشوفه يعني اللاعب ممتاز يعني لاعب ما على كلام يعني هو اللي دايما يعني تشوف مثلا حالة مدريد حتى بالشخصية يعني مع موجود وحتى في كرواتيا لكن مع الكبر أشوف أن مدرش مقادر يعطي الآن يعني خاصة يلعب أساسي من بداية الموسم ونهاية الموسم يعني حين نهاية الموسم كما تقول والله هو مع مدريد في أهم الموسم اليوم ما كان يلعب أساسي كان على حق يعرف متى يلعب مدرش ويعرف متى كان يدور فيه صح حتى في كاس العالم لو تلاحظ كان في نص الموسم يعني ولا يحين في اللياغة الآن لأ بنهاية الموسم خاصة اللياغة اللاعب وممكن اللاعبين كريستيانو يعني اللي يقدر يقدر يوزع مجهودة يقدر يعطي يعني مخصوصا مركز المركز مقشل فيه دائما هو الأكثر اللاعب يركض نعم يعني هذا اللعبة خاصة ما قدر أغيرها صح يعني فممكن في اللاعبين يتغيرون مثلا توتي مثلا كريستيانو مع الكبر تلقى يعرف شون يتحرك والتحركاتها قليلة وإنتاجية تكون يعني نفسها تقريبا على أغير الموضة خاص أنا دائما اللاعب اللي دائما أركض دائما اللاعب بلعب بساط ما قدر يعني أتغير نفسي في كرات ليش بيعتزل يعني بيعتزل من كرات غدام كبرها من نادي ما منتخب يعني أصغرب خمس سنيه تقريبا نعم نعم طريقة لعبة يعني مرهقة لما تعطي أكثر من موسم رح يقل مستوى هو ما يبي ما يبي يعتزل بالطريقة اللي هو يقل فيها مستوى نعم يعني رح ينظر مصم الطريقة هذه لو يطلع من كرواتيا نهاية ما تليغ لي مودري أصلا لأنه هو يبي يعطي أكثر لكن العمر يحكم يعني نعم وكان فيه فرصة يعني مواتي المودري أنه يعتزر والله كاس العالم لإطاف ثالث العالم نعم ولا اللي قبله فكانت فيه فرص المودري ولكن لازال يتشبث في منتخب بلاده وتحس أنه عنده مسألة ولاء كبيرة للمنتخب ويدري أنه منتخب أمو من ضمن منتخبات التاريخية والكبيرة وأنه دائما في حاجة له ولكن أكيد أنه مودري استنزف في الآونة الأخيرة وهو قريب الأربعين سنة حاليا ولكن الحديث عن المنتخب الإيطالي كابتن عبدالله هذا المنتخب اللي لازال يبحث عن نفسه قدم مباراة جيدة جدا في أولى المباريات وقلب تأخر إلى فوز ولكن في المباراة الثانية ضد المنتخب الأسباني قدم أحد أبهد أداءات المنتخب الإيطالي ما لعب كاس العالم الإيطاف الفائز باليورو في تدبده كبير في هذا المنتخب واجهته مهمة اليوم ضد المنتخب الكرواتي لإيجاد نفسه من جديد ويعني نقدر نقول أنه يعني وري العالم ووري أوروبا أنه قادر على المنافسة على هذه البطولة شوف أنا أعتقد مباراة أسبانيا وأداءها خادع لا يخدعك الأداء هذا منتخب إيطاليا مو بالسوء اللي ظهر فيه أمام أسبانيا وهو منتخب جيد للأمان نعم أي منتخب في العالم تظهر لها مباراة يظهر فيها بأسوأ نسخلة وهذه اللي ظهر في منتخب إيطاليا مباراة سابقة ما لقى حلول لا في عملية الخروج بالكرة ولا في عملية دفاع وتنظيم الدفاعي والعملية الواحد ضد واحد فرديا كان سيئ جماعيا كان سيئ لعبين مو بيومهم وتحدث لأفضل منتخبات العالم هو ظهر بهذه الصورة ولكن أنا أعتقد أنه غدا المنتخب إيطالي قادر على تجاوز المنتخب الكرواتي ومنتخب على الأقل في آخر المباريات مع سباليتي أظهر شكل جيد حركي ديناميكي سريع دائما يبني في الثلاث مدافعين دالورنزو يكون ثلاث الدفاع مع باستوني وكالافوري ثلاث الدفاع دائما توسعة ملعب عن طريق دي ماركو وهذه المشكلة عالية دي ماركو ما قاعد يشارك في التدريبات يقول لك ممكن ما يشارك دي ماركو دي ماركو إذا ما يشارك ممكن يكون دارميان الموجود دارميان ما يقدم الأفكار اللي يقدمها دي ماركو فممكن هذا شوي يأثر على مستوى تشكيل أغلب الظن أن دارميان على الطرف لأي سريع غالبا على حسب تشكيل لأن دي ماركو لحد الآن نتعارف اختبارات اللاعبين تصير في يوم المباراة الصباح هل قادر على المشاركة ولا مغادر إذن جورجينيو أمامهم بعد ما يبني في ثلاثة ثم عملية عد باريلا وكان سكاماكا في الأمام كان بياسو كييزا من اللاعبين الحركيين الديناميكيين اللي قادرين على طلب الكرة في المساحة أو طلب الكرة ما بين الخطوط أعتقد أن منتخب الإيطالي منتخب جيد إذا استثنينا مباراة إسبانيا اللي كانت ناكبة ومستوى جدا سيء أعتقد أنه غدا قادر على التفوق وظهر بشكل أفضل بكتير من المباراة إذن مشاهدين الكرام خلونا نشوف اللوتشيانو سبلتي شنو قال في المنتمر الصحفي حول هذه المواجهة علينا أن نتعافى وأن نكون قادرين على التفكير بوضوح في المواقف التي حدثت على أرض الملعب ضد إسبانيا في بعض الأحيان كان بإمكاننا القيام بالأشياء بشكل مختلف من منظور تكتيكية لكنهم كانوا أسرع بكثير وأكثر تفاعلا منها مع كرواتيا ستكون لدينا الفرصة لإحداث الفارق لكن إذا لم نقدم خيارات متعددة يصبح الأمر صعبا إذن مشاهدين الكرام ناخد توقعات محللين لهذه المواجهة عبد الله بالنسبة لك كرواتيا و إيطاليا أنا أعتقد 2-1 إيطاليا 2-1 إيطاليا نعم إذن عبد الله يتوقع 2-1 للمنتخب الإيطالي عطني عشر ثواني شيء بس عشان يطلع السلايد توقع 1-1 1-1 منتخب الكرواتي 2-2 منتخب أسترى مهما سويت ما راح تتوفق على محمد فللشاوي محمد فللشاوي سطورة هل توقع صاح هذا المواجهة هل توقع شيء صح؟ هل توقع شيء صح؟ هل توقع شيء صح؟ هل مرة قاعدة هاجمة أن النتيجة ما لها علاقة بالأداء في ناس مثلا ما يتابعون كرة القدم يقول ليش تابع المباراة تابع النتيجة أقول لها النتيجة ما لها علاقة بالأداء نشوف المستوى يكون مختلف مرات الفريق اللي قدم زين يخسر وهذا جمال كرة القدم مو الأفضل دائما يفوز سواء بالملعب أو بالأسماء فدايما النتيجة تكون مختلفة هذا يذكرنا غورديولا ما قال يقال مع تشلسي في 2009 و تشلسي 2012 تشلسي في 2009 يعني كان لعب كلها للتشلسي أول تسديدة كانت لنيستة هذه الغدارة ترى التسديدة الوحيدة كانت لبرشلونة وتأهل برشلونة بغض النظر يعني الحالات التحكيمية بس تشوفوا التسديدة واحدة أهلة برشلونة في مباراة 2012 سووا كل شيء برشلونة شاط يمكن خمسين مرتدة لتوريس خسر فهو بس كانت مباراة ممتعل محايدين اللي مطلق ستابعنا عطا دمقعك للمباراة التوقيع واحد واحد بين إيطاليا و كرواتيا ذكروا مشاهدين عند الشيء ب7000 في لدك أي مباراة صحيح قلقوا هين برشلونة ايلا كاتبين كاتبين اخوان العداد الله ضيب عاما كرواتيا وإيطاليا توقعها واحد واحد يعني إيطاليا قلعها بعد فرستين كرواتيا ما رح يخلي ما رح يخلي إيطاليا توقع يمكن يصير في التعاوض بين المنتخبين ليه نهاية الإمباراة نعم طبعا رسميا التعادل الكرواتيا بره ولكن أكيد أن إيطاليا إلى الدور القادم في حال التعادل مثلا تفضل إيطاليا يا أخي من ما حب إيطاليا نعم باتس ما حب عبدالله ضيبيني زالان علي يقول شون تحب إيطاليا تخيل تشجع إنكلترا وتحب إيطاليا ولا تشجع ألمانيا إنكلترا إنكلترا خلص بس إيطاليا ما ينكر لا 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 أنا إيطاليا كفريق تحب بس بعد ما طلعوا إنكلترا اليورو الإطاف كلا عموما مشاهدين الكرام من حديثنا عن يورو 2024 ننتقل للحديث عن كوبا أمريكا 2024 وهذه البطولة التي بدأت مؤخر الحديث عن أهم تفاصيل هذه البطولة بعد هذا الفاصل المترجم للقناة إذن مشاهدين الكرام الحديث عن مباريات الأمس في كوبا أمريكا والحديث عن هذه المباراتين التي انتهوا الكوادور وبانزويلا وكذلك المكسيك وجامايكا فاز المنتخب البانزويلي على المنتخب الكوادوري 2-1 وفاز منتخب المكسيك على جامايكا 1 للا شيء هذه نتائج الجولة من كوبا 2024 حديث عن مواجهة يمكن بانزويلا والأكوادور ناصر بانزويلا والأكوادور يعني الطرد المبكر اللي صار لأكوادور شوف خربط حسابات المنتخب الأكوادوري نعم إينار بالنسيا هداف المنتخب وشفناه في شيء حلو بأمريكا اللاتينية عادي مهاجم تخليه سنة 85 تجي تلقى أساسي لا لعب وجود في لعبين يشاركون بس من المنتخب ما عندهم نادي يجي بالسجل ينار بالنسيا ما أذكره شفته بأي نادي بس دائماً المنتخب الكوادور دائماً هو اللي شائل منتخب هو مشترك بالمنتخب بس هداف المنتخبي نعم فانطرد من أول الثانية عشرين دي كان طرد يعني مستحق وسجلوا بعدين هدف إيكوادور برغم النقص العددي الشوط الثاني قضبها المنتخب البنزولي وهذا يعني استغل النقص العددي لمنتخب إيكوادوري تصنيف المنتخبات عالمياً ثلاثين إيكوادور على العالم يعني رقم مهين بانزولي للمركز 54 حتى يعتبر يعني رقم صدق أن بانزولا والإكوادور الوحيدين من ضمن العشر منتخبات اللاتينية اللي ما حققت بطولة كوبا أمريكا الوحيدين العموم الثماني الباقين حققين طبعاً هي خمسة عشر الأرجنتين والأرقواي وتسعة البرازيل نعم فالرغم غريب يقولك شون مثلا شون تسعة البرازيل يعني أنا حتى أنك مستغرب بس لنذكر مثلاً 2007 يعني لعبوا بالإحتياط وفازوا بالبطولة نعم وحتى قبضة NBLA يعني تخيل BLA لعب بس بطولة واحدة لكوبا أمريكا بس بطولة واحدة بلاي ومارادونا ما عندهم كوبا أمريكا ايه ما كان يلعبونها يعني بعز مارادونا ما كان يلعبونها كان يلعبونه لعبين لعبين الاحتياط حتى سيميوني هو ترى لبس رقم عشرة رقم مارادونا وهو موجود في المنتخب لعب في الكوبا صحيح يعني تخيل نرغم شوف الرغم يعني سطوري ومحاق الكاس العالم الثلاثمانين بس سنة الثانية تسعين أعتقد هو اللي لعب فيها نعم مثل ما تفضلت الكوبا دائما تمر في منارجات تاريخية لأن ما دفهم دائما يهتمون بالبطولة مرات تحس ما فيه اهتمام السنة هذه والله فيه اهتمام من قبل الأمريكان وتسويقهم الذكي لهذه البطولة إذن الحديث كذلك عن المباراة الأخرى مباراة المكسيك وهها جامايكا وفوز المكسيك نشوف اليوم فريقين من ضمن أمريكا الشمالية قاعد يشاركوا طبعا المكسيك تغلبت بهدف مقابل لا شيء المنتخب الجامايكي صراحة استغربت أنا عندك كثير من العناصر تلعب الدوري الإنجليزي منهم أنتوني منهم ريد لعب فولهم منهم لعب الاتفاق اللي هو غري أعتقد في رأي يقول لك خذ لاعبين جامايكا وشاركهم مع المنتخب القلكرة في كلام ينقذ نفسها كلام يستفيد منه ممكن على مستوى هناك الجواز وأمور ممكن فيه هذه الكوالاتي زائد لنا المنتخب المكسيكي المنتخب متجدد قاعد يبدل جلتها وأكبر دليل أن المنتخب متجدد حارس فموات شوه البطولة هذه طبعا دليل أن المنتخب قاعد تجدد جوه من سنة 72 لليوم من نيام سبعين في كل بطولة كبرت نعم إذن مشاهدينا عندنا مباريات يوم الغد والحديث أو عن ترتيب هذه المجموعة الثانية دعونا نرى هذه الترتيب بعد نهاية الجولة عاليا عندنا فانزويل في صدارة هذه المجموعة بالمشاركة مع المكسيك كل منهم يملك ثلاث نقاط الإكوادور وجامالكا خسروا مواجهاتهم الأولى ولا يملكون أي نقطة في هذه المجموعة ولكن فازات فرصة مواتية والمباريات قادمة من ضمن الفرق الستعشر الموجودة في كوبا أمريكا ننتقل إلى مباريات اليوم المباريات الجديدة والتي راح تقام كذلك من ضمن المجموعة الثالثة نشوف هذا يمكن جدول المباريات لليوم الجديد وطبعا الكوبا أمريكا تلعب في وقت متأخر حاليا تقريبا تبدأ مباراة أمريكا وبوليبيا باقي ثواني على انطلاق هذه المواجهة وعندنا كذلك المباراة الأخرى الأوروغواي وبنما في الساعة الرابعة صباحا عندنا هاتين المباراتين إذن أمريكا بوليبيا وكذلك أوروغواي وبنما بالنسبة لك كابتن عبدالله مباراتين عندنا من ضمن كوبا أمريكا فرحي منتخب الأمريكي ناس ما يملي الشعب كثير حاليا اهتمام لكرة القدم لأن اللعبة تطورت عندهم وقال نشوف كثير من اللاعبين نفس بولزيج احترف في أكبر فرق أربا في ميلان في تشلسي في دورتموند فدايما يتأثرون هم باللعبين هذي ينقلون الثقافات دائما لليديراتهم فمنتخب قوي يعتقد منتخب الأمريكي شفت مقدمة أمريكية تكلم فقالت من ضمن الحديث يعني كرة القدم لعبة جميلة وفيها أساطير وأفضل مواهب بالعالم تكلم عن مبابي كوسي أرنالدو ميسي بولزيج قلت لك بالضبط هم عندهم بالضبط هم لاعب مؤثر بالله سيدا الإعلام أشوفها زين وين المشكلة حتى مرات عندما يتهمون مثلا الجماهير الثانية يقول لك الإعلام الإنقليزي يرفع بلاعبين الإنقليزي وش المشكلة هو إعلام الإنقليزي أكيد برفع بلاعبين الإنقليز شي طبيعي حتى حتى مثلا الأمريكي بالعكسة أنا شوفه ذكاء من المذيعة أنه يحط لعب من أمريكا مع الأساطير بعدين حتى هم عندهم ملعبة الأولى عادي ترما يعرفون لا مردون ولا كريستيان وعادي يعني وعشان يشير لعبين كثير يأخذون إجازاتهم هناك يقول لك لأنه أنا أطلع لا أحد يعرفني إلا ميسي يستثناء لما راح نترما يامي جرب القاعدة هذه نعم بداية مباراة أمريكا وبوليبيا دقيقة ثانية إلى الآن صبر صفر توقعتكم يهد المواجهة أنا أعتقد أمريكا قادر على التقلب ثلاثة صفر نعم إذن أمريكا ثلاثة صفر بالنسبة لي أنا أحط ثلاثة واحد الظهيري تغاشين من بعض طالعوا ركتها بس ما صدت لا أجبت الواحد لا أشوف الفرق بين المنتخب بوليبي والأمريكي فيه لاعبين المنتخب الأمريكي الآن أربع لاعبين أو خمس لاعبين اللعبون في الدور الإنجليزي يعني لا لعبين حتى بشام الشبزة اللعبون في الدور الإنجليزي الخط الخلفي في الدفاع والحارس رينا لاعب نجم دورتمند اللي انتقل إلى نوتنج هام لاعب لاعب ميز لاعب لاعب ميز صراحة وبوليزيتش كذلك يسمونه كابتن أمريكا وبوليزيتش وهو لاعب إيسي ميز لاعب ميز لاعب تلسي السابق نعم مكينة لاعب اليوفي ويا لاعب كذلك لاعب لاعب اليوفي قدر تصع عالم جميل بوليفيا لا عندهم كل اللاعبين من الدور الإنجليزي يعني مو اللي تقول عندهم لاعبين في الدور الإنجليزي ولا محترفين لا ففرق المحترفين يعني يفرق مرات لاعب واحد يفرق فأبالك أنه في الكامل يلعبون في أوروبا إذا مثل ما تفضلت كابتن ناصر حسيني دائما عندهم مشكلة معاك توقع بسرعة ما يمدين يضعون السلايد فمن الحلقة الجاية ركز على هذا بروس عدريك داز توقع مبتش داز شكلك من مونشستر ناقب الله ترجع السمر حبد الله السلامة يا عبد الله ومن الورنة في يورو شوف سجل أمريكا أمريكا واحد من سجل الأسطورة بولزج بولزج سجل يعني بها كان بذيعة صح فعلا إذا بولزج من أفضل المواهب خيرا ومع نهاية حلقتنا اليورو 2024 كل شكر لكم مشاهدينا على متابعتنا يوميا الساعة 12 صباحا والشكر كذلك للإخوان يتواجدوا معي عبد الرضافيري كل شكر وأيضا ناصر حسيني شكرا على تواجدكم معنا في يورو 2024 مشاهدينا الكرام على من نلقاكم يوم غد بحول الله وقوة الساعة 12 صباحا نكونوا على الموعد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة